مرحبا طلاب الاعزاء كيفكو يا حلوين يعطيكو الف عافية وكتير انا مبسوطة اني اكون معكم جديد بدرس جديد للصف السادس بموضوع تحولات الطاقة معكم علمي قلف الظاهر رح نكون مع بعض اليوم بتامل تشاركوني ويكون درس مفيد وممتع لقلكم شو رح نتعلم اليوم في درسنا اذا رح نتعرف على موضوع الطاقة عن مصطلح الطاقة واهمية الطاقة في حياتنا رح نحاول نتعرف على مصادر الطاقة منين احنا منحصل على الطاقة بدنا نميز بين مصادر طاقة نسميها مصادر متجدده ومصادر طاقة مستنفذي رح نعرف شو الفرق بناتين ورح نحاول نحدد انواع مختلفه من الطاقة وكيف بتصير تحولات مختلفه للطاقة في حياتنا وبتتعلق في ظواهر مختلفه في حياتنا رح ننهي واعطيكو اوجهكو لمهمة ذاتيه للتدرب عشان نشارك في حستنا اليوم فالمفروض يكون معنا دفتر نكتب عليه ادوات كتابه ونكون فعالين خلال الدرس اذا هاتوا نتخيل مع بعض يوم عادي من ايامنا كيف ببلش نهارنا من الصباح الباكر وشو ممكن احنا نعمل خلال هذا النهار طلعوا على الصوار وحاولوا تشوفوا من خلال الاعمال اللي احنا منعملها واللي موجوده قدامكم بالصوار كيف ممكن يكون الاشي مرتبط بموضوع درسنا حكينا احنا درسنا اليوم عن الطاقة فهاتوا نطلع على الصور ونحاول نفكر ونفكر بمصطلح الطاقة ونحاول نفكر ونربط هذا المصطلح بهاي الاعمال اللي شايفينها قدامكم اذا في عنا هنا صور مختلفه لفعاليات مختلفه منقوم فيها خلال النهار كامل من تنظيف الاسنان تحضير الطعام والاكل مع بعض ممكن انه استعمال اجهزه مختلفه في البيت لا تحضير الاكل او التسخين ركوب الدراجي مشاهده التلفاز ايضا حتى تنظيف الاواني في البيت والعمل على الحاسوب او العمل على اجهزه مختلفه اذا كل هاي الاعمال ممكن تكون مرتبطه بالطاقة واحنا شايفين انه هاي الاعمال احنا منقوم فيها بخلال النهار كامل في اي يوم من ايام حياتنا العادية ايامنا العادية ممكن احنا نقوم في هاي الفعاليات اذا اذا احنا منطلع على مصطلح الطاقة احنا منعرف انه هذا المصطلح مرتبط مع ظواهر مختلفه وعمليات مختلفه اللي موجوده في البيئه حوالينا العوامل العمليات المختلفه هاي ممكن تحدث في بيئه طبيعيه او ممكن تحدث في البيئه الاصطناعيه اذكركم انه البيئه الطبيعيه هي البيئه اللي موجوده بشكل طبيعي بالبيئات الحياتيه اللي موجوده بشكل طبيعي بدون تدخل انسان ربنا خلق هاي البيئه اذا ممكن الظواهر تكون طبيعيه يعني الظاهره تصير بشكل طبيعي مش الانسان بسبب لحدوث هاي الظاهره مثلا هبوب الريح حركه الامواج في البحر البارق الرعد نمو النباتات كل هاي ظواهر طبيعيه تحدث في البيئه الطبيعيه وايضا زي ما حكينا في عنا ظواهر اصطناعيه اللي عباره عن ظواهر الانسان بسببها او بقوم في عملها مثل تحريك سياره بث في التلفزيون ركوب دراجه هوائيه تسخين ماء تسخين مسخن الخبز كل الاعمال اللي احنا نعملها كانسان منسميها ظواهر اصطناعيه زي ما حكينا ان الطاقه موجوده حوالينا في عده اماكن في عده مجالات في عده ترتبط في عده ظواهر حاولوا تطلع على الصور اللي موجوده هون كمان مره صور جديدي وشوفوا ايش ممكن انا او ممكن انا الاقي هاي الطاقه حوالينا هل فقط زي ما احنا قلنا تشغيل اجهزه وتشغيل اشياء اللي احنا منقوم فيها ممكن طلع على الصور في عنا صوره لتحريك سياره تشغيل اجهزه كهربائيه بالبيت حرق مواد وقود تشغيل مصباح كهربائي عنا اجهزه مختلفه عم تشتغل بمجالات مختلفه في حياتنا واللي مرتبطه بالطاقه او بدها طاقه وبحاجه الى طاقه حتى تحدث لكن شايفين كمان صور اخرى واللي بتحكي على وجود الطاقه واهميتها في حدوث عمليات مختلفه في جسم الانسان اذا شايفين صور اللي هي ترتبط او تربط الطاقه مع حدوث ظواهر في جسم الانسان دان هاتوا نشوف مع بعض ايش ايش الطاقه بشكل عام ومين ممكن احنا نلاقيها اذا الطاقه هي القدره على قيام بعمل ما هذا العمل زي ما قلنا ممكن يكون عمل حياتي موجود في جسمنا او متعلق في جسمنا ككائنات حيه موجود بجسمنا وهاي الطاقه مهمه جدا حتى احنا نقوم في هاي العمليات الحياتيه عمليات حياتيه مثل الهضم مثل التنفس مثل نقل المواد الغذائيه في جسمنا اذا كل هاي المواد بحاجه الى كل هاي العمليات بحاجه الى طاقه وهناك ايضا طاقه اللي بحاجه لها احنا حتى نشغل اجهزه وادوات اذا تشغيل وعمل اجهزه مختلفه هاتوا نحاول ان نحدد لكل ظاهره من الظواهر اللي موجودة عندنا هون ايش بلزمها حتى تحدث اذا زي ما حكينا الطاقه موجودة حوالينا في عدة ظواهر او مرتبطة بعدة ظواهر في معانا جدول هنا ورح نحاول ان نحدد لكل ظاهره من الظواهر اللي موجودة عندنا هون بالجدول ماذا يلزم لهذه الظاهره حتى تحدث رح اعطيكو دقيقتين وحاولوا يكتبوا بالجدول بجانب كل ظاهره ايشو احنا بحاجه تحدث عندنا هاي الظاهره تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه هي مزيفات اذا النا ان كل الظاهر اللي موجوده في البيئات الحياتية المختلفة كانت بيئات حياتية طبيعية وايصطناعي بحاجه الى طاقة وايضا العمليات الحيويه اللي بتحدث في جسمنا كمان بحاجه الى طاقة فهاتوا نكمل مع بعض الجدول ونشوف شو بلزم لكل واحد من هاي الظواهر حتى تحدث اذا سياره بتتحرك بحاجه الى بنزين حي لو اذا عندنا ماده وقود اللي احنا نحطه بالسياره ومنزود السياره بالبنزين حتى تتحرك هاي السياره هاتوا نتطلع على سطر الثاني الثلاجه بحاجه الى رائع اذا احنا بحاجه الى تزويدها بكهرباء الكهرباء بتمكن الثلاجه انها تعمل تشتغل في عنا عمليات مثل هاضم الطعم تنفس نقل المواد الغذائيه بداخل الجسم كل هاي العمليات بحاجه الى مواد جسمنا حتى تقدر تحدث هاي العمليات في الجسم هاي العمليات الحيويه اللي موجودة بالجسم بحاجه الى مواد في الجسم المصباح حتى يضوي بحاجه الى طاقه كهربائيه ذا منحكي على مصباح كهربائي عادي بحاجه الى تزويده بالكهرباء قارب شراعي بحاجه الى حركه رياح حتى تحرك الشراع هذا ويقدر انه يتحرك هذا القارب توليد طاقة كهربائيه بحاجه الى حلو احنا بحاجه الى فحم حجري كماده وقود واحنا منحرق الفحم الحجري حتى نولد هاي الطاقة الكهربائيه بينما الموقد الغازي بحاجه الى رائع احنا بحاجه الى غاز غاز الطبخ اللي بيزودنا انه بمكننا انه احنا نشغل هذا الموقد الغازي اذا في عنا انواع مختلفه من الطاقة وانواع المختلفه من الطاقة هاي راح نتعرف عليها ونحاول نرجع للجدول بطريقه اخرى كمان شوي اذا انواع الطاقة المختلفه هي طاقة كهربائيه طاقة حركيه طاقة ضوئيه طاقة طاقة كيميائيه طاقة صوتيه وطاقة حراريه راح نتمكن نتطرق لهاي الانواع من الطاقة في درسنا اليوم ونحاول نعرف شو الفرق بين انواع الطاقة المختلفه منين مصادرها منين من نحصل على هاي انواع الطاقة ووين ممكن احنا كمان نستعملها اذا الطاقة الاولى اللي راح نتطرق لهي الطاقة الكهربائيه الطاقة اللي احنا بتزودنا او بزودنا فيها تيار كهربائي حتى اشغل اجهزه كهربائيه بسميها طاقه كهربائيه اذا النوع الاول طاقه كهربائيه احنا بحاجه الى هاي الطاقه لتشغيل تيار كهربائي والتيار الكهربائي بيخلينا احنا نشغل اجهزه كهربائيه مختلفه نوع الثاني وطاقه حراريه طاقه الحراريه هي الطاقه اللي بتأدي لرفع درجه حرارة جسم معين لتسخين جسم معين ممكن احصل على هاي الطاقة الحراريه اما من المصدر الرئيس اللي هو الشمس في بيئتنا المصدر الحراري الاول لحراره والضهو والشمس او ممكن احصل عليها مين مواد وقود مختلفه او مواد موجوده في باطن الارض اذا ممكن انه تزودني بطاقة حراريه بحراره وتسخن اجسام مختلفه في البيئه نوع اخر من انواع الطاقة هو الطاقة الضوئيه والطاقة الضوئيه كمان موجوده في انواع مختلفه اللي بتزودنا في الضوء وبالاساس قلنا كمان الشمس اللي هي عباره عن مصدر ضوء وحراره رئيسه في بيئتنا وممكن نستغل ايضا مواد الوقود لانتاج طاقة ضوئيه نوع اخر من الطاقة هو الطاقة الكيميائيه والطاقة الكيميائيه تعتمد على كل المواد اذا انا بقول طاقة موجوده في داخل المواد اي ماده عندي اي طاقة موجوده في ماده معينه اذا هاي طاقة كيميائيه الطاقة اللي موجوده في المواد ان كان في اجسام كائنات حيه او في مواد الوقود هي تعتبر طاقة كيميائيه ونوع اخر من الطاقة هو الطاقة الحركيه الطاقة الحركيه هي الطاقة اللي موجوده في الاجسام اللي بتتحرك حركي يعني التنقل من مكان الى اخر ممكن انه تولد لي طاقة حركيه والطاقة الصوتية هي الطاقة اللي موجوده في الاصوات عندي اجسام معينه تبعث اصوات او تصدر اسوات اذا هيا نسميها طاقة صوتية نلخص مع بعض زي ما حكينا طاقه كهربائيه هي الطاقه اللي بيزودنا فيها التيار الكهربائي حتى انا اشغل اجهزه كهربائيه طاقه حراريه هي الطاقه اللي بتسخن الاجسام هي الطاقه اللي ممكن نحصل عليها بالاساس من الشمس او من مصادر مختلفه مثل مواد الوقود او مواد موجوده في باطن الارض طاقة ضوئيه هي طاقة اللي موجوده في انواع الدو اللي مصدر الاساسي كمان قلنا الها هي طاقة الشمس وممكن كمان من مواد الوقود نحصل عليها الطاقة الكيميائيه هي الطاقة اللي موجوده في المواد ممكن قلنا في عنا مواد في اجسام الكائنات الحيه او مواد في او مواد الوقود كمان ممكن ان عدها مواد او طاقة كيميائيه وعننا ايضا طاقه حركيه اللي تعتمد على حركه اجسام معينه وايضا طاقه صوتيه اللي انا بس سمع اصوات من اجسام مختلفه اللي تطلق اصوات اذا بناء على هذا التلخيص اللي حكيناه الساعة على انواع الطاقه المختلفه برجع بذكركوا في الجدول اللي كان معنا قبل شوي احنا اتعرفنا على ظواهر مختلفه وانتوا عبيتوا واحنا رجعنا مع بعض وكتبنا شو بلزم لكل واحد من هاي الضوائل حتى تحدث؟ اسا بالجدول اللي قدامنا بدنا نزيد كمان عمود على الجدول ونحاول نحدد بالضبط شو نوع الطاقه بناء على اللي كتبناه احنا بالعمود الثاني شو نوع الطاقه اللي ملائم بناء كمان على اللي حكيناه او التلخيص اللي عملناه قبل شوي اذا هاتو اعطيكو وقت دقيقتين ونرجع كمان شوي ونشوف كيف انتو او هل تمكنتو انه تحددوا نوع الطاقه الملائم لكل واحد من الظواهر اللي موجوده قدامنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلو بتأمل انه قدرنا نحدد انه لكل واحد من انواع الظواهر من الظواهر هيلفي عنا انواع طاقة مختلفة او نوع طاقة مختلف بيؤدي لها حدوث هاي الظاهرة اذا الظاهرة الاولى لما انا بقول في عندي سيارة بتتحرك انا بحاجة اني ازود هاي السيارة بالبنزين بس احنا قلنا انه نوع الطاقة اللي بيحكي على مواد وبما انو البنزين هو مادي اذا هو طاقة كيميائية ح علو� ان نوع الطاقة هو طاقة كيميائية الثالاجه بحاجة الى كهرباء والكهرباء هي عبارة عن طاقة كهربائية ونوع من الكهرباء هو كهرباء المواد اللي في الجسم اللي بيحاجه انها اللي ضروريه لحدوث الهضم او التنفس او نقل المواد الغذائيه هي عباره عن طاقة كيميائيه حلو والمصباح اللي يضيء لنا كهرباء بما انه كهرباء اذا هاي نوع من انواع الطاقة الليه الكهربائيه حلو والقارب الشراعي كان بحاجه الى حركه الرياح وحركه الرياح هي طاقة حركيه موجوده بالرياح حركه معينه اللي بتحرك القارب وتوليد الطاقة الكهربائيه قلنا بلزم فحم حجري وهذا الفحم الحجري هو ماده معينه وقلنا ان الطاقة اللي موجوده بالمواد هي طاقة كيميائيه رائع واخر ايش عنا موقف غازي والغاز هو نوع من انواع المواد كمان غاز الطبخ هو ماده بناء على ذلك الماده هاي عباره عن طاقة كيميائيه كمان مره حلو اذا هيك احنا تعرفنا على انواع الطاقة المختلفه بس السؤالي من وين احنا ممكن نحصل على انواع الطاقه هاي من اين يمكن ان نحصل على انواع الطاقه اللي حكينا عنها اذا في عنا مصادر طاقه مصادر الطاقه هي المصدر اللي انا باخد منه الطاقه اللي بحصل عليه اللي بزودني بالطاقه اذا في قدامنا هون خمس سوار خمس مصادر مختلفه من الطاقه خمس مصادر اساسيه من الطاقه اللي انا بستغلها وبحصل منها على الانواع المختلفه اللي حكينا عنا اذا الطاقه الكيميائيه موجوده عاده زي ما قلنا في المواد وموجوده هاي المواد ممكن تكون في اجسام الكائنات الحيه مثل الصوره الاوله اللي بتحكي لنا على طاقه كيميائيه من العضلات اذا العضلات هي عباره عن مواد كيميائيه موجوده في جسمنا مواد بالجسم واللي بتزودنا في الطاقه الكيميائيه واذا بتنتبهوا للصوره الاخيره كمان نحكي على طاقه كيميائيه اللي هي عباره عن مواد الوقود زي ما حكينا ممكن يكون عندنا فحم حجره النفط الخام الغاز ممكن كمان اللي بتنتج هاي الطاقه الكيميائيه من المواد او مواد الوقود اللي ممكن احنا نستعملها اذا مننتقل للصوره الثاني في عنا الشمس اللي هو المصدر الرئيسي قلنا للطاقه الضوئيه وممكن من هاي من الشمس نحصل على طاقه ضوئيه وطبعا ممكن انها تتحول لطاقه حراريه على سطح الكره الارضيه ورح نحكي كمان شوي شوي عنه بتتحول الرياح ممكن انه منها نحصل على طاقه حركيه اذا حركه الرياح هي مصدر رئيسي للطاقه الحركيه وايضا ممكن يكون عنا المياه الجاريه مصدر رئيسي للطاقه الحركيه اذا هاي خمس مصادر ممكن نستعملها حتى نحصل منها على انواع مختلفه من الطاقه مصادر الطاقه هاي اللي حكينا عنها هي موارد طبيعيه شو يعني موارد طبيعيه موارد طبيعيه ممكن انا استعمل مركبات طبيعيه اللي موجوده في البيئه انا كانسان استعمل موارد طبيعيه هاي وحاول منها انتج طاقه مختلفه استعمل هاي المواد اللي موجوده في البيئه حتى البي حاجات معينه او اقوم بعمال معينه اذا مصادر الطاقه هاي اللي موجوده بالبيئه ممكن نصنفها لنوعين او لقسمين منسميها مصادر طاقه متجدده او مصادر طاقه مستنفذي مصادر الطاقه المتجدده هي مصادر الطاقة اللي ممكن انا استعملها بشكل متكرر وبشكل غير محدود وهي المصادر ما تنفذ ما تنتي ما تخلص نتيجه للاستخدام اذا انا بستخدمها بشكل دائم وما في خوف انها تنفذ او تنتي مثال على هاي المصادر اللي هي متجدده زي ما قلنا الشمس الشمس كل يوم تشروع عنا الشمس من جديد وبستعملها وممكن استغل الحراره والضوء اللي بحصل عليهم من الشمس بدون كما ينفذ هذا النوع من انواع الطاقة اذا عشانك ممكن اسمي الشمس كمصدر طاقة متجدد بتجدد كل يوم من اول وجديد وبرجعه بتكون من اول وجديد الرياح نفس الاشي المياه الجاريه اللي موجوده في الطبيعه كمان نفس الاشي اذا هايول منسميهن مصادر طاقة متجدده تتكرر وتتجدد بشكل دائم بدون ما تنفذ وتنتهي نتيجة الاستخدام بالمقابل في عنا مصادر طاقة اللي منسميها مستنفذي شو يعني مستنفذي تنفذ من كلمه تنفذ باللغه العربية تنفذ اي تنتهي نتيجه لاستخدامها تنفذ وتنتهي هاي المصادر مواد الوقود اللي احنا منستعملها من او منستخرجها من البيئه من الطبيعه مثل النافط الفحم الحجري غاز الطبخ جميعها تعتبر موارد او مصادر طاقة مستنفذي ليش؟ لانه بالرغم وانتبهوا كمان لهاي النقطه بالرغم من انه هاي المواد ممكن انها تتجدد وترجع تتكون من اول وجديد في البيئه في الطبيعه لكن نعتبر انه النفط والفحم الحجري ومواد الوقود هاي مصادر طاقة مستنفذي لانه الانسان عم بيستغل هاي المواد بيستهلكها بشكل متزايد بوتيري متسارعه ومتزايده اللي هي اكبر بكتير من وطير التجدد هاي المواد اذا هاي المواد تتجدد بشكل بطيء جدا بحاجه احنا لملايين السنين حتى تتكون هاي المواد في الطبيعه وفي البيئه لكن الانسان بيستخدمها بشكل متسارع متزايد بوتيري سريعه اللي نتيجه لهاي الفرق بين وطيره الاستخدام وطيره التجدد ممكن انه في مرحله معينه تنفذ هاي المصادر وتنتهي ونبطل نغدر نكون قادرين انه احنا نستعمل هاي المصادر اذا مصادر الطاقة بحاجه احنا لمصدر معين حتى نقوم بعمل معين اذا انا عشان اقوم بعمل معين بحاجه لطاقة هاي الطاقة بسميها طاقة لازمه اللي بتلزمني وانا لازم ازود الجسم فيه حتى يقوم بالعمل اللي بده يقوم فيه اذا الطاقة اللازمه هي الطاقة خلينا نقول البدايه الاوليه اللي انا لازم ازودها للجسم بالمقابل في عنا طاقة ناتجه لما الجسم بقوم بعمل معين تنتج طاقة جديده نحصل على طاقة جديده بعد قيام الجسم بهذا العمل اذا في عنا طاقة لازمه وفي عنا طاقة ناتجه بدي اميز بين الطاقة اللازمه والطاقة الناتجه وانتبهه لانه راح نحكي كمان شوي على التحولات او تغييرات اللي بتسير وهيك احنا لازم نميز بين اللازمة والناتجة طاقة لازمة زي ما حكينا اللي طاقة اللي بتلزمني بالبداي للقيام بهذا العمل والطاقة الناتجة هي طاقة اللي بتنتج معاي بعد القيام بالعمل اللي انا قمت فيه في احنا قانون اللي منسميه قانون حفظ الطاقة وهو بقول انه الطاقة اللي موجودة عندي موجودة هي ما بتنتيه ما بتنفذ ما بتخلص لكنها ممكن انها تتغير تتحول ممكن تكون بشكل معين وتصير بشكل اخر او ممكن تكون موجودة بجسم معين وتنتقل لجسم اخر اذا في عنا قانون اللي بقول انه الطاقة لا تنفذ لا تنتهي انما او تتحول من شكل الى اخر او تنتقل من جسم او مكان الى اخر راح تقوم مثال على تحولات الطاقة زي ما قلنا في عنا طاقة لازمة بالبداي وفي عنا طاقة ناتجة في النهاي انا عندك بعرض لكم هون رسم نسميه رسم تخطيط اللي بيورجين كيف التحول بكون من الطاقة اللازمة اللي موجودة عنا بالبداي وبالاخر بنتج عنا الطاقة الناتجة انتبهوا انو في عنا سهم بالنصب ناتين هذا السهم بيدل على وجود عملي على وجود سيروري معينه اللي هي العمل اللي صار العمل اللي قام فيه الجسم المعين وبهذا العمل او نتيجه لحدوث هذا العمل صار في عندي تغيير في الطاقة الطاقة اللي كانت عندي بالبداي اللي هي طاقة لازمة صار الطاقة ناتجة في عنا اعمال اللي الطاقة اللازمة والطاقة الناتجة بكونوا متشابهات نفس الطاقة لكن بصير في عنا تغيير اما في المكان تنتقل من مكان الى اخر او الطاقة ممكن تكون مختلفة تتغير يكون عندي نوع طاقة معين ويصير عندي نوع طاقة او ينتج عندي نوع طاقة اخر راح نميز بين الحالتين مثال عنا مصباح كهربائي مضيء عشان انا اشغل هذا المصباح الكهربائي المضيء بحاجه الى طاقة لازمة في البداي ونتيجة لعمل هذا المصباح تنتج عندي طاقة ناتجة في نهاية العمل بدي ايكوا تحددوا ايش نوع الطاقة اللازمة اللي بلزمني حتى اشغل هذا المصباح وما هي الطاقة الناتجة التي تحدث او تنتج نتيجة لحدوث هذا العمل راح اعطيكوا دقيقه حاولوا تحددوا كمان مرة شو الطاقة اللازمة وشو الطاقة الناتجة في هاي العملية اللي بتصير عندي هون تفضلوا اشتركوا في القناة اذا الطاقة اللازمة اللي موجودة بمصباح حتى يضوي احنا بحاجه الى طاقة معينة اللي هي بالاساس طاقة كهربائيه وهاي الطاقة الكهربائيه بتتحول لطاقة ضوئيه اذا نعمل المصباح فتنتج لدينا طاقة ضوئيه حالا اذا بالبدايه كان في عندي طاقة ؟ لازم اللي هي كهربائيه وعندما عاملا المصباح ضاء الضوء اللي نتجهه طاقه ضوئيه اذا في عندي عملية تحوول ليش تحوول ؟ لانه الطاقة اللازمه اللي كانت في البدايه تختلف عن الطاقه الليlında نتجت عنديه في النهائي اذا لما في عندي اختلاف بنوع الطاقه اللازمة عن الطاقه الناتجه هاي العملية منسميها عملية تحول راح اعطيكم مثال اخر وهو سياره تتحرك كمان مره بدي نحدد شو نوع الطاقة اللازمة وشو نوع الطاقة الناتجة وننتبه اذا صار عندي هنا عملية تحول ولا عملية مختلفة عن اللي كانت عندي بالمثال الاول تفضلوا كمان دقيقة اشتركوا في القناة اذا السياره حتى تتحرك بحاجه الى طاقة بدائيه اللي هي الطاقة الكيميائيه اللي موجوده زي ما حكينا بالبنزين اللي هي ماده وقود لانا بزودها للسياره حتى تتحرك اذا قلنا انه البنزين هو بما انه ماده طاقة الموادي طاقة كيميائيه ونتيجه لحركه السياره تنتج طاقة حركيه الحركه قلنا جسم يتحرك اذا هاي طاقة حركيه الطاقة اللازمة كانت طاقة كيميائيه الطاقة الناتجه طاقة حركيه اذا الاختلاف هذا منسميه تحول اذا الطاقة الكيميائيه تحولت خلال حركه السياره الى طاقه حراكيه مثال اخر نحكي على تسخين الماء في السخان الشمسي اذا في عنا طاقه لازمه وطاقه ناتجه هادي نشوف شو العمليه اللي بتسير وايش الطاقه اللازمه واي طاقه تنتج من عمال او من تسخين الماء في السخان الشمسي كمان دقيقة ونرجع اشتركوا في القناة اذا تسخين الماء في السخان الشمسي بلزم طاقه اللي هي ضوئيه بالاساس من الشمس اللي هو الطاقه الضوئيه اللي بنحصل عليها من الشمس ونتيجه لالطاقه هاي طاقه ضوئيه تسخن المياه في السخان الشمسي ونحصل على طاقه حراريه الطاقه اللي هي تسخين مواد معينه او اجسام معينه اذا الطاقة اللي كانت بالاساس اللي هي الضوئية اختلفت عن الطاقة او اللي نتجت بالنهاية تختلف عن الطاقة الاولية اللي هي الضوئية وبالتالي العملية هي عملية تحول لانه في عندي طاقة ضوئية وفي عندي طاقة حرارية اذا هو مش نفس نوع الطاقة اذا هون في عندي عملية تحول تغيير في نوع الطاقة اذا منيجي منطلع على المثال هذا المثال هذا يختلف قليلا عن الامثل اللي حلناها قبل في عندنا هون قارب شراعي والقارب الشراعي اللي بتحرك كمان بلزمه طاقة لازمة وبنتج منه طاقة ناتجة حاولوا تحلوا لحالكو رح نرجع ونحدد ايش او نشدد على الفرق اللي كان بهذا المثال عن الامثل اللي كانت معنا قبل تفضل شكرا اذا في هذا المثال هتو نحله مع بعض ونشوف شو الاختلاف اللي قلنا عليه الطاقة اللازمة اللي بتلزمنا حتى هذا القارب الشراعي يتحركي طاقة حركيه لكن الطاقة الحركيه هاي بالاساس موجوده وين حلو بالرياح اذا في عندي طاقة حركيه موجوده بالرياح وحتى هذه الطاقة تنتقل للشراع او للقارب ويتحرك هذا القارب كمان هي طاقة حركيه بتكون لكن المكان يختلف او الجسم يختلف اذا الطاقة اللي موجوده بالبداي كانت بالرياح لكن هاي الطاقة انتقلت الى القارب او للشراع وبالتالي تحرك القارب اذا الطاقة الحركيه اللي موجوده اللازمه هي طاقة حركيه موجوده بالرياح والطاقة الناتجه هي كمان طاقة حركيه لكن موجوده في القارب بما انه نفس نوع الطاقة اللازمه والناتجه هو نفس نوع الطاقة حركيه وحركيه لكن المكان يختلف الاولى الطاقة اللازمه كانت في الرياح بينما الطاقة الناتجه كانت في القارب او في الشراع فهون العملية مش تحول لانه غاد بالتحول حكينا انه نوع الطاقة يختلف بالطاقة اللازمة والناتجة بينما هون نوع الطاقة نفسه نفس نوع الطاقة لكن الاختلاف في المكان او في الجسم اللي موجوده فيه الطاقة فبتكون عنا عملية انتقال الطاقة انتقلت من مكان الى اخر او من جسم الى اخر راح اعطيكو كمان مثال اخر مثال اللي بحكي على اغصان الاشجار تتحرك منحله ومنرجع ونلخيص مع بعض اشتركوا في القناة اذا كمان بالمثال هذا في عنا عملية اللي هي حثت بين جسمين معينين او انتقلت الطاقة من جسم الى اخر وفي الاغصان اللي بتتحرك في عندي كان طاقة حركيه اللي كانت في الاساس موجوده في الرياح لكن هاي الطاقة انتقلت لاغصان الاشجار وحركتها لذلك فان الطاقة اللازم اللي كانت عندي هي حركيه موجوده في الرياح وهي الطاقه انتقلت الى الاغصان اذا العملية هي عملية انتقال التحول المصطي في الى الطغيير اللي صار عندي هون انتقال الطاقه من الرياح الى اغصان الاشجار بينما نوع الطاقه ظل نفس نوع الطاقه طاقه حركيه وطاقه حركيه عشان هيك العملية هون هي عملية انتقال راح ننهي ونجمل درسنا اليوم ونقول انه الطاقة هي عبارة عن شيء ضروري جدا لحدوث الظواهر والاعمال والعمليات الحياتية المختلفه في حياتنا تحدثنا انه في عنا انواع مختلفه من الطاقة طاقة ضوئيه طاقة حراريه طاقة حركيه طاقة كهربائيه طاقة صوتيه طاقة كيميائيه هي انواع مختلفه من الطاقة وانواع الطاقة المختلفه هاي في الها مصادر طاقة مختلفه تعلمنا وين ممكن انا او كيف بميز بين كل نوع ونوع من انواع الطاقة هاي حكينا على قانون حفظ الطاقة انه الطاقة لا تفنى انما تتحول من نوع الى اخر او تنتقل من جسم لاخر وشفنا كيف ممكن انا اوصف هاي العمليات اللي هي تحول او انتقال بواسطة رسم تخطيطي اللي ممكن يورجيني وين صارت او كيف انتقلت تحولت العملية من الطاقة من مكان الى اخر او انتقلت من جسم الى اخر تعلمنا كيف الانسان باستغل مصادر طاقة او موارد طبيعيه معينه اللي هي كمصادر طاقة في البيئه ومنها بنتج انواع طاقة مختلفه مثلا كان يستغل الشمس كمصدر طاقة للضوء والحراره باستغل حركه الرياح حركه المياه عضلات الحيوانات مواد الوقود المختلفه والمواد المختلفه اللي موجوده بالبيئه لا ينتج منها طاقه كيميائيه اذا في عنا مصادر طاقه مختلفه وهي المصادر حكينا انه ممكن احنا نصنفها لقسمين عنا مصادر طاقه متجدده او مصادر طاقه مستنفذه وقلنا انه الفرق بناته انه الطاقه المتجدده ممكن استغلها واستعملها بشكل متجدد بدون ما يكون في خوف انها تنفذ او تنتهي مثل الطاقه المستنفذه لهن احنا بكون انتهى درسنا رح اوجه كلها مهمه للتدرب بموقع افاق مهمه ذاتيه اللي بعنوان مصادر لانتاج الطاقه المهمه هاي حتى انا اصلها بفوت على محرك البحث جوجل بحاول اني ادور على موقع افاق في موقع افاق انا بدخل حسب كلمه السر الخاصه فيه واسم المستخدم وهناك بتوجه لخانه العلوم والتكنولوجيا وببحث عن المهمه او بدخل للمهمه اللي اسمها مصادر لانتاج الطاقه الكهربائيه بتامل انه استفدتوا من الدرس كان درس ممتع انا كتير امبسطت اني اكون معكو بتامل انه واشوفكو على خير في دروس قادمه ان شاء الله ويعطيكو الف عافيه الى اللقاء